أمتع السائقون حشدا من المتابعين بأساليب القيادة المثيرة التي شملت الانجراف والتزحلق في عرض سيارات حديث بالكويت حيث كانت السرعة والمهارة وقبل كل شيء الدقة ضرورية سحب من الدخان تصعدت وملأت الهواء بينما انجرفت السيارة في حالة ذات في الوقت التي تعالت فيه الهتافات في المدرجات دعونا ننطالع ونستمتع قليلا أنا لا أفهم الهتافات في مثل هذه الرياضات هذه ما تستمع أنا لا بصراحة هذا ما نفهمش من المتعة فيه بس أتوقع هذا شيء شبابي أكثر من يعني هذا شيء ونازل طبعا هي فنون يعني يستخدمونها الشباب طبعا من خلالها يمكن حتى هذا المكان فيه سيارة من السيارات انحرفت وحترقت لكن لله الحمدل منه سيارات الإصعاف وشاحنات الإطباء كانوا بالقرب من هذا المكان وهذا الأمر الذي نريد أن نتحدث فيه تالي لكن سنخلص خبرنا الحمدل طبعا هذا المهرجان رياضة السيارات التي يزد بالعشرات من عشاق السيارات مسابقات الإنجراف والأسلوب الحر إضافة إلى مسابقة السيارات المعدلة طبعا تمت مكافأة الفائزين أيضا في مختلف المسابقات بمكافأة مالية تصل إلى 15 ألف دينار كويتي وصحاب السيارات التقليدية أيضا أحضروا سياراتهم للسباق وعرضوها خارج هذه الحال إذن طبعا مثل هذه المسابقات وقيمة الاختيار أقدم سيارة وأندر وأغرب وهي مزودة بأفضل نظام هيدروليكي بعيد جدا عن اهتمامها حاول أن يفتوعم الشغط يعني مثل ما للناس بما يعشقون مذاهب يمكن هذا أحد الصور اللي يمكن الفن بسعود مثلا لا تستطيع سيارات الكلاسيكية أمر جدا السيارات الكلاسيكية جميلة حتى الاستعراض اللي شفناها ترى حلو ولكن مثل ما قلت يعني هذا الاستعراض يعني هذا تخوف بس شنو المفيد في الموضوع أو شنو الجميل في الموضوع أنه موجودين في مكان محدد أي بالضب مع وجود الأمن والسلامة هذا المكان مخصص لمثل هذه الرياضات مثل هذه الهوايات لهم مكان يعني ليس نفس بعضهم من يطق مطر استعرض عند الدوار الحمد لله لأن هذه المظاهر قاعدة تقل بلك وقت لأن هناك عقوبات قاعدين يمسكون هذه للشباب أنا أشوفها قاعدة تقل أنا أريد أنها تنقطر إن شاء الله تقل وخاصة اللي تتصور وهذه قاعدة تتصور الحين بما أنها قاعدة تتصور وتبلغ أنا قاعدة يكون هناك عقوبات قاعدين يواجهونها الشباب اللي يسونها في الأماكن العامة واللي تكون غير مفروض أن يسونها مثل هذه كافي مكان لكم تقدرون أن تروحون مثل هذه الأماكن وتمارسون هذه الهواية اللي تحبونها لا نرح مفهم يقنعون أنهم يروحون هالمكان ويستعرضون على كيفكم الموضوع ما يبيل لقناعة موجود المكان واللي يحب يروح يتفضل موسيقى